اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأقرت لله رب العالمين وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هنا جاء الدور لكي يظهر وجه من وجوه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق آدم عليه السلام قال يا آدم وما أجمله من نداء يدل على التشريف والتعظيم يا آدم أنبئهم بأسمائهم فطفق آدم عليه السلام يخبرهم بأسماء هذه المسميات فلما أنبأهم بأسمائهم قال ربنا ألم أقل لكم إني أعلم ألم أقل لكم سابقا إني أعلم ما لا تعلمون ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فظهر فضل آدم عليه السلام واستبان بعد أن عجزت ملائكة ربنا جل جلاله عن الإفصاح والإبيان بعد أن عجزت الملائكة عن أن تبين أو أن تظهر أسماء هذه المسميات فظهر فضل آدم لما بين وهذا يدل على فضل العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلما ظهر فضل آدم وبيّن ووضح وأظهر وقال ربنا سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال جل جلاله لملائكته آمرا إياهم ومظهرا فضل آدم عليه السلام بأن يسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم وتلاحظ أخي الكريم الفرق في الإخبار بين الأمر الأول أو بين الإخبار الأول وبين هذا الإخبار لما أخبر ملائكته قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض صليفة وقال هنا لبيان التعظيم وإذ قلنا لم يقل وإذ قال ربك للملائكة سجدوا وإذ قلنا لبيان أن الأمر عظيم ولكن العبد المؤمن لا ينظر إلى عظم الأمر ولا ينظر إلى صغر المعصية ولكنه ينظر إلى جلال الآمر وإلى عظمة الخالق جل جلاله فلا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظم من عصى وصدر الله رب العالمين هذا الأمر بالتعظيم وإذ قلنا لتعلم بعد ذلك معصية إبليس وأنه ما عصى الأمر وإنما عصى الآمر واستكبر على أمر الله رب العالمين ونظر إلى أنه أمر عظيم كيف يتأتى له أن يسجد لمخلوق وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فبادرت الملائكة واستجابت فسجدوا بفاء الترتيب والتعقيب والسرعة امتثالا لأمر الله رب العالمين فسجدوا إلا إبليس قال بعضهم كلمة إبليس مأخوذة من الإبلاس وهي شدة الحزن ولكن الراجح والصحيح أنه اسم أعجمي قال ربنا سبحانه وتعالى سجدت الملائكة وامتنع إبليس عن السجود وعن الامتثال لأمر الله جل جلاله فسجدوا إلا إبليس أبا امتنع واستكبر تكبر وتعاظم في نفسه أبا واستكبر وكان من الكافرين كان في حكم الله رب العالمين وفي علمه الله يعلم أنه سيمتنع ولكن الله من رحمته أنه لا يعاقب عباده بعلمه عنهم أو بما يعلمه أنهم سيفعلونه قبل أن يفعلوا هو يعلم ولم يعاقبهم بهذا العلم وإنما عاقبهم بعد فعلهم بعد معصيتهم بعد تركهم فكان إبليس في علم الله من الكافرين وصار بعد أن امتنع صار من الكافرين قال فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وهنا سؤال يعني كثير من الناس يسأل عنه كان إبليس من الملائكة أو لم يكن من الملائكة وللعلماء في هذا أو في الجواب على هذا السؤال قولان قول الجماهير وهو أن إبليس كان من الملائكة بدلالة الاستثناء فالأصل في الاستثناء لاتصال أن يكون الاستثناء متصلا وأنه أي إبليس لو لم يكن من الملائكة لما توجه الأمر إليه ولو لم يسجد لو لم يكن من الملائكة لقال يا ربنا أنت قلت للملائكة اسجدوا وأنا لست منهم فلذلك ذهب فريق من العلماء إلى أنه كان من الملائك والصحيح والله أعلم هو ما قاله الحسن البصري رحمة الله عليه أن إبليس ما كان من الملائكة طرفة عين أن إبليس ما كان من الملائكة طرفة عين ولكنه أصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس هذا هو الدليل وإن رمت دليلا على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى صرح بأنه من الجن في صورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ذلك الإمام الشعبي رحمة الله عليه لما سئل سئل سؤال فقيل له يا إمام هل لإبليس زوجه؟ هل لإبليس زوجه؟ فأجاب بإجابة وقال إبليس له زوجه قال هذا عرس لم أشهد هذا الفرح لم أشاهد لم أحضر هذا عرس لم أشهد قال ثم فكرت فوجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى آية وهي قول ربنا جل جلاله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء قال فإذا قال ربنا بأن له ذرية فلا تكون الذرية إلا من زوجه فأثبت له زوجه ومما يؤكد أنه ما كان من الملائكة أن الملائكة فطروا على طاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم فلما عصى دل على أنه ما كان من الملائكة طرفة عين ولكنه أصل الجن مخلوق من نار وملائكة ربنا جل جلاله مخلوقة من نور فلم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين فقد يقول إذا كان إبليس أو إذا لم يكن إبليس من الملائكة وامتنع عن السجود فمن الممكن أن يقول أنا لم أمر بالسجود والجواب عن ذلك أن الأعلى لما سجد وهم الملائكة كان من الواجب على الأدنى وهو إبليس أن يسجد كما سجدوا وقد لا يقتنع أحدنا بهذا الجواب فنقول بالثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وأمر كذلك إبليس اقرأ قول ربنا جل جلاله في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد وبدلالة أن إبليس ما قال يا ربنا أنت لم تأمرني فلما امتنع وأبى واستكبر وأظهر ما في قلبه من الحقد والغل والحسد لآدم عليه السلام امتنع قال ربنا جل جلاله فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ثم أمر ربنا بفضل آخر وأظهر منة جديدة لآدم عليه السلام بأن أسكنه جنته وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين نقف معها في اللقاء القادم إن قدر ربنا لنا البقاء واللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر